أشاد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بجهود سفارة بلادنا والبعثة الدبلماسية لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة وثمن رئيس الوزراء خلال غاهي سفير بلادنا لدى المملكة المغربية الشقيقة عز الدين الأصبحي موقف المغرب قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف المحافل الدولية وقدم السفير الأصبحي لرئيس الوزراء عرضا عن تطور العلاقات الأخوية مع المغرب الشقيق والاستعدادات التي أبدتها المغرب في دعم اليمن وتأهيل الكوادر اليمنية بمختلف المؤسسات ومنها الدبلماسية والغضائية وتعزيز التعاون فيما يخص الدعم المقدم للتعليم الجامعي مؤكدا ثبات موقف المملكة المغربية إلى جانبه وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية الذي صدر الأسبوع الماضي من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو والذي يعد وثيقة دولية جديدة تظهر مدى الكارثة التي لحقت بأهم الغطاعات الحيوية الهامة وهو التربية والآثار وضرورة حشد دول الإغريم والعالم لإنقاذها أو لإنقاذ أهم وأبرز وجوه الحضارة الإنسانية واستعرض الأصبحي أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات والمعاهد المغربية وأكرت الدكتور بن دغر أن الحكومة تولي اهتمامها للمطالب المطروحة من السفارة بما فيها منف الطلاب ومتابعة تنفيذ بيان الرباط لحماية التربية والثقافة والآثار في بلادنا ترجمة نانسي قنقر